بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فنبدأ بإذن الله تعالى هذا التعليق على نظم الزبد هذا النظم المبارك بالعلامة إبراسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولما كان هذا التعليق مختصرا فلا أرغب بإطالة الكلام أو بالكلام أصلا حول النظم والتعريف به ومزاياه حول النظم من أراد ذلك فليراجع كتب التراغم وليراجع مقدمات بعض الشروح التي طبعت مؤخرا سيجد ما يفي بالغرق ولذلك أبدأ مباشرة بالكلام على الطهارة والطهارة معناها في اللغة النظافة ومعناها عند الفقهاء رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو على صورتهما يقول النظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الطهارة باب حكم المياه وعادت الفقهاء أنهم يقسمون الفقهة إلى أربعة أربع ربع العبادات وربع المعاملات المالية وربع النكاح وربع الحدود والقنايات والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك وفي ربع العبادات يبدأون الكلام على الطهارة لأنها من أهم أركان الصلاة ولأن الفروع في الطهارة أكثر من غيرها والطهارة شرط من شروط الصلاة ويبدأون الكلام في الطهارة على الكلام على المياه لأن المياه أحد وسائل الطهارة الأربعة وهي الماء والتراب وحجر الاستنقاء والدابر ومقاصد الطهارة الأربعة هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النقاسة النظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة ذكر أقسام المياه وبين ما يصح التطهير به من المياه وما لا يصح تطهير به فبدأ بالبيان ما يصح تطهير به ومعنى يصح تطهير به أي ما يرفع الحدث وما يزيل الخبث ولذلك قلت لكم قبل قليل إن الطهارة رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو على صورتهما هناك تعريف للطهارة آخر يقول فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد وهذا التعريف الثاني أولى من الأول لكن ذكرت الأول لمناسبته لما قاله النظم رحمه الله تعالى في البيت الأول وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما قبل أن نبدأ في فتح البيت نقول بارك الله فيكم إن الماء ينقصم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ماء طهور أي طاهر في نفسه مطاهر لغيره والقسم الثاني ماء طاهر أي طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا والقسم الثالث ماء نجس فالقسم الأول وهو الماء الطهور هو الذي يصح تطهير به أي هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث هذا الماء الطهور الذي هو القسم الأول قد يكون مكروها كالماء المشمس وقد يكون محرما كالماء المسروق أو المغسوب وقد لا يكون لا مكروها ولا محرما وذلك مثل ماء البحر وماء النهر وغير ذلك إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا القسم ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الماء الطاهر غير المطاهر وبيّن أنه ينقسم إلى قسمين إلى ماء طاهر خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا القسم الثاني ماء المستعمل وهو ما استعمل في فرض ظهارة وكان دون القلتين أردد بعد المؤذن ثم أكمل القسم الثالث الماء النجس والماء النجس ينقسم إلى قسمين إما ماء قليل أي دون القلتين وإما ماء كثير أي قلتين فصاعدة أي إذا كان الماء قلتين فأكثر صاعدا فالماء القليل ينقس بمجرد ملاقات النجاسة والماء الكثير لا ينقس إلا إذا تغير هذا الكلام الذي لخصناه هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات فنبدأ نشرح الأبيات بيتا بيتا يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإنما يصح تطهير بما أطلق أتى بإنما التي تفيد الحصر كأنه يقول لك لا يصح التطهير لا في رفع الأحداث ولا في إزالة الأنجاس إلا بالماء المطلق لا يصح تطهير لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجاس إلا بالماء المطلق غيره لا يصح به تطهير فقال وإنما يصح تطهير بماء أي بماء أطلق أطلق والماء المطلق هو ما أطلق عليه اسم الماء أو ما يسمى ماء بلا قيد لازم بلا قيد لازم يسمى ماء أما إذا كان له قيد لازم كماء الورد وماء البطيف وماء جوز الهند أي إذا لا يصح أن يقال عنه ماء بل يذكر مع قيده فهذا ليس ماء مطلق قال وإنما يصح تطهير بماء أطلق ثم بيّن لك المياه التي لا يصح التطهير بها فقال لا مستعمل ولا بماء أي لا يصح التطهير بالماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ انتظر سيأتي تعريفه في الأبيات وهو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلة قال وإنما يصح تطهير بماء أطلق لا مستعمل ولا بماء أي ولا يصح التطهير بالماء المستعمل ولا يصح التطهير بماء بطاهر مخالط تغير أي لا يصح التطهر أو التطهير بماء اختلط بشيء من الطاهرات إذن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا بحيث أنه بحيث إنه لا يسمى ماء بحيث إنه لا يسمى ماء هذا أيضا ماء طاهر غير مطحر ولذلك قال ولا بماء بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير أي صار يسمى عصيرا يسمى شاي يسمى مثلا مرق لا يسمى ماء قال في طعمه أو ريحه أو لونه يريد أن يقول لك يكفي أن يحصل هذا التغير في أحد الأوصاف الثلاثة إما في الطعم أو اللون أو الرائعة ولا يشترط أن يكون التغير في جميعها بل يكفي في واحد منها قال ويمكن استغناؤه بصونه ويمكن استغناؤه بصونه أن يمكن صون الماء عن هذا الشيء أما ما عسر صون الماء عنه فإنه لا يؤثر في الماء إذا غيره وحاصل الكلام في هذين البيتين في قول الناظر بطاهر مخالط تغيرا تغيرا اطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه أن الماء إذا توفرت فيه أربعة شروط موجودة في البيتين الأربعة الشروط إذا اجتمعت فيه أربعة شروط الموجودة في البيتين فإنه ماء طاهر غير مطاهرة ما هي الشروط الأربعة؟ واحد أن يتغير بطاهر هذا الشرط الأول قولنا بطاهر أخرج ما لو تغير بنقس فإنه يكون ماء نقس إذا كان قلتين فصاعدا أو إذا كان دون قلتين فلاقته نقاسة ينقس مباشرة نحكم بنقاسته إذن أن يكون المخالط طاهرا قال بطاهر مخالط هذا الشرط الثاني أما لو تغير الماء بمجاور فإن هذا الماء يكون طهورا يبقى طهورا إذا تغير بمجاور يبقى طهورا إذا تغير بمخالط يكون طاهرا غير مطاهر يسأل سائل ما الفرق بين المجاور والمخالط؟ نقول المخالط ما لا يمكن فصله عن الماء كالحبر والعصير والمجاور ما يمكن فصله عن الماء كالعود عود الطيب والدهن إذن ما يمكن فصله عن الماء يسمى مجاورا ما لا يمكن فصله عن الماء يسمى مخالطة فإذا تغير الماء بمجاور فإنه يبقى طهورا وإذا تغير الماء بمخالط فإنه يصبح ماء طاهرا غير مطاهر إذن لا بد أن يكون التغير بطاهر ولا بد أن يكون هذا الطاهر مخالطا ولا بد أن يكون هذا التغير تغيرا كثيرا فالتغير اليسير لا يؤثر بل لا بد أن يكون التغير تغيرا كثيرا ما ضابط التغير الكثير ضابط التغير الكثير بأنه لا يسمى ماء بإطلاق ولذلك قال لك إطلاق الاسم غير إذن هذه الشروط الثلاثة مذكورة في هذا البيت بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير ثم قال في طعمه أو ريحه أو لونه الشرط الرابع ويمكن استغناؤه بصونه أي يمكن أن يصان الماء عن هذا الشيء أما إذا كان صون الماء عن هذا الشيء الطاهر الذي هو مخالط واضح ويسبب تغيرا كثيرا في الماء إذا كان يشق صون الماء عنه فإنه لا يؤثر وذلك كتغير الماء بما في مقره أو بما في ممره كذلك قال الفقهاء إذا تساقطت أوراق الشجر وغيرت الماء أوراق الشجر المتنافرة المتساقطة فإن هذا لا يؤثر لأنه يشق صون الماء عن هذه الأشياء إذن هذه أربع شروط فكره النظم رحمه الله في هذين البيتين ولذلك قال لك هنا واستثني تغييرا بعود صلبي استثني تغييرا بعود صلبي هذا مزيد إيضاح للقيود السابقة للمحترازات السابقة فقال واستثني تغييرا بعود صلبي أي لو تغير الماء بالعود عود الطيب الصلب لا يؤثر بل يبقى الماء طهورا لماذا لا يؤثر؟ لأن هذا التغير حصل بمجاور وليس بمخالب قال واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق لأنه مما يشق صون الماء عنه أو طحلوب أو تربي كذلك لو تغير الماء بالطحلوب الطحلوب هو النبات الأخضر الذي يكون على سطح الماء وكذلك لو تغير الماء بتراب فإن ذلك لا يؤثر وقول الناظم أو تربي ظاهره يشمل التراب الطهور والتراب المستعمل وإن كان معتمد العلامة بن حجر رحمه الله أن التراب المستعمل يسبب الماء الطهورية لخلاف التراب الطهور وما ذكره الناظم من إطلاق يجري على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله ثم قال ولا بماء مطلق حلته عين أي بعد أن تكلم الناظم رحمه الله أنه لا يصح التطهر بالماء المستعمل ولا بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا بعد أن تكلم على هذا وهذان يندرجان تحت الماء الطاهر غير المطهر بعد أن تكلم على هذا انطلق للكلام على الماء النجس الذي هو القسم الثالث من أقصى من المية قال ولا يصح التطهر بماء حلته عين نجاسة وهو ماء دون قلتين قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين وقد قلت لكم إن الماء القليل إن الماء النجس ينقسم إلى قسمين إما أن يكون دون القلتين وهو الماء القليل فهذا ينقس بمجرد ملاقات النجاسة إذا لاقته النجاسة ينقس والمراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفو عنها قال النظم ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين أي وهو دون القلتين دليل ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم المخالفة وإذا كان الماء دون قلتين فإنه يحمل الخبث قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين وقوله مطلق حلته عين كلمة حلته أي وقعت فيه لكن الفقه لا يشترطون لا يشترطون أن تحل فيه النجاسة وإنما يكتفون بالملاقات ولذلك التعبير بالملاقات بملاقات النجاسة للماء القليل أدق من تعبير النظم رحمه الله تعالى ثم بيّن النظم أن النجاسة التي تلاقي الماء القليل فيحكم بنجاسته هي النجاسة غير المعفوعة عنها أما النجاسة المعفوعة عنها فإنها لا تؤثر في الماء القليل مثل ماذا النجاسة المعفوعة عنها ذكر لك النظم رحمه الله مثالين هناك أمثلة أخرى في المطولات لكن هو ذكر فقط مثالين قال واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل يقول إذا كانت النجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ما ليس له دم يسيل نفس يعني دم ما ليس له دم يسيل ما ليس له دم يسيل إما ليس له دم أصلا أو له دم لكن لا يسيل كالبعوض والذباب والوزغ ونحوها فهذه إذا وقعت في ماء قليل فإنها لا تنجسه إذا وقعت في ماء قليل فإنها لا تنجسه طبعا لا تنجسه بشرط عدم تغييرها للماء أما إذا غيرت الماء فإنه ينجس ولا تنجسه بشرط آخر أنها تقع بنفسها لا أن يتعمد إقاعها في الماء ولذلك يقول لك النظم نستثني ميتة ما لا نفس له سائلة فإنها إذا وقعت في ماء قليل فإننا لا نحكم بنجاسته ما لم تغيره فقال واستثني ميتا دمه لم يسيل هذا الاستثناء الأول ما هو الاستثناء الثاني؟ قال أو لا يرى بالطرف لما يحصل النجاسة القليلة التي لا يدركها البصر الطرف يعني البصر المعتدل هذه أيضا لا تؤثر بالماء فإذا وقع في الماء القليل لا نحكم بنجاسته إذن بارك الله فيكم في هذين البيتين بيّن النظم رحمه الله تعالى أن الماء القليل حكمه أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وبيّن أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفوعة عنها وأما النجاسة المعفوعة عنها فإنها لا تؤثر في الماء القليل بمعنى لا يحكم بنجاست الماء القليل إذا وقعت فيه أو إذا لاقتهم وضرب لك مثالين لهذا الاستثناء المثال الأول ما ليس له نفس سائلة والمثال الثاني ما لا يدركه البصر المعتدن انتهى من الماء القليل الآن سيتكلم على الماء الكثير وقد قلت لكم قبل قليل إن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيئه ما مقدار الماء الكثير الماء الكثير هو ما كان كلتين فصاعدا ما مقداره كلتين مقداره كلتين ذراع وربع بالمساحة ذراع وربع الذراع 48 سنتيمتر الربع 12 سنتيمتر المجموع 60 سنتيمتر ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ارتفاعا هذا مقتار القلتين فقال هنا او قلتين اي تقدير الكلام او كان الماء قلتين واضح او كان الماء قلتين متى ينقص اذا كان الماء قلتين قال اذا تغير ولذلك قال لك بعد بيت والنقص الواقع قد غيره قال هنا الناظم او قلتين بالرطيل الرملي كم يقدرها بالرطيل الرملي الظاهر انه قدر بالرطل الرملي نسبة الى بلده لانه هو رملي ابن رسلان الرملي قال او قلتين بالرطيل الرملي فوق ثمانين لا فوق ثمانين رطل قريب رطلي هذا التقدير لعله كان مشهورا في بلده في زمانه او قلتين بالدمشقي هي او قلتين بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعد مية او نقدرها بالارطال الدمشقية بمئة وثمانية رطل تقريبا وطبعا لاحظ معي ان تقديره هنا تقريبي والتقدير والقلتين تقريبي وليس وليس تحديدي ولذلك التقدير بالمساحة اضبط فنقول هي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا باللترات قدرها بعض المعاصلين بمئة وثلاثة وتسعين لتر بعضهم بمائتي لتر بعضهم بمائتي وستة عشر لتر الأمر في ذلك واسع اظن التقدير بمائتي لتر اقرب قال رحمه الله تعالى والنقس الواقع قد غيره اي ان الماء الكثير انما نحكم بنقاسته اذا تغير ولو كان التغير يسيرا ولو كان التغير يسيرا وهذا بخلاف ما مر معنا في الماء الطاهر فالماء الطاهر قلنا لا نحكم بسلب الطهورية إلا إذا كان التغير كثيرا أما إذا كان يسيرا فإنه يبقى طهورا لكن هنا في الماء النجس لغلظ أمر النجاسة فإننا نحكم بنجاسته حتى ولو كان التغير يسيرا قال والنجس الواقع قد غيره إذن امتهينا الآن بارك الله فيكم من أقسام المياه الثلاثة ثم قال واختير في مشمس لا يكرهون الماء المشمس قد ذكرت لكم قبل قليل أن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس ماء الطهور هذا ماء مكروه كالماء المشمس طبعا قد يكون مكروه في أمثلة أخرى لكن المثال المشهور عند فقهائنا الشافعية الماء المشمس وماء محرم كالماء المغصوب والماء المسروق وماء لا مكروه ولا محرم طيب الماء المشمس قلنا ماء مكروه متى يكون الماء المشمس مكروه ما هو الماء المشمس؟ ماء المشمس المقصود به هو الماء الذي وضع في إناء معدن هذا الشرط الأول غير الذهب والفضة الشرط الثاني في شدة الحر الشرط الثالث في بلد حار الشرط الرابع ولم تزل سخونته الشرط الخامس واستعمل في البدن الشرط الثالث فإذا اجتمعت الشروط الستة فإن هذا الماء يسمى ماءا مشمسا فيكره استعماله في البدن أن يكون في إناء معدن أخرج إناء الخشبي والزقاقي والبلاستيك تمام؟ يمكن إذا كان بعض آنية البلاستيك مضرة يعني اليوم يمكن أن تلحق بهذا إذا كان الضرر محققا إذن نقول أن يكون في إناء معدن أخرج إناء الخشب والزقاقي غير الذهب والفضة أخرج إناء الذهب والفضة في بلد حار قالوا كالحجاز في شدة الحر كالنهار لا في الليل مثلا واستعمل في البدن لا إذا استعمل مثلا في إزالة نجاسة من ثوب ما لم تزل سخونته أما إذا برد وزالت سخونته فإنه ليس مكروها قال هنا واختير في مشمس لا يكره من الذي اختار ذلك؟ الذي اختار ذلك هو الإمام النووي رحمه الله تعالى ولذلك قال هنا في بيت من زوائد الزبد إن يكذا في الحر أي شدته أي إنما يكره الماء المشمس إذا شمس في شدة الحر لا إذا كان الوقت وقت برودة كالليل مثلا قال إن يكذا في الحر أي شدته واختار لا يكره في روضته أي واختار الإمام النووي أن ذلك لا يكره في كتاب الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين ثم ذكر النظم رحمه الله تعالى كيف نطهر الماء؟ فذكر أن الماء يطهر بطريقتين الطريقة الأولى تسمى طريقة المكاثرة عندنا ماء قليل لاقته نجاسة فحكمنا بنجاسة كيف نطهره؟ نصب فوقه ماء طهورا ثم ماء طهور ثم ماء طهور فإذا بلغ قلتين بلا تغير فإنه يكون ماء طهورا هذه تسمى طريقة المكاثرة واضح؟ وهذه ذكرها النظم والطريقة الأخرى إذا كان عندنا ماء كثير نتبه ماء كثير هذا الطريقة الثانية هذه في الماء الكثير فقط إذا كان عندنا ماء كثير غيرته النجاسة ثم جاءته ريخ أو عرضناه للشمس فزال ذلك التغير زال ذلك التغير فإنه يعود طهورا لأن علة نجاسة الماء الكثير هي التغير فإذا زالت العلة زال الحكم وذكر النظم رحمه الله تعالى أيضا هذه الطريقة هناك طريقة ثالثة وهي إذا كان عندنا ماء مثلا عندنا ماء كثير غيرته نجاسة فصببنا عليه مادة هذه المادة لها رائحة مثلا قوية يمكن أن تستر رائحة النجاسة كالمسك أو هذه المادة لها لون قوي يمكن أن يستر لون النجاسة كالحبر حينئذ هل يطهر أو لا يطهر نقول هنا نحن نشك هل النجاسة زالت أو استثرت والظاهر الاستتار لأن الأصل بقاء الماء نجس الظاهر الاستتار ولذلك استعمال نحو الزعفران أو الحبر أو المسك لا يطهر الماء وهذا ما أشار إليه النظم إذن النظم رحمه الله ذكر ثلاث طرق لتطهير الماء طريقة تطهر الماء الطريقة الثالثة ردها النظم فقال وإن بنفسه انتفى التغير هذه الطريقة الأولى أن التغير انتفي بنفسه والماء هذه الطريقة الثانية إذا كوثر بالماء فبلغ قلتين دون تغير فإنه يصبح طهورا قال وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر أي في هاتين الحالتين يطهر لا كالزعفران أما إذا أضيف له نحو الزعفران أو مسك أو غير ذلك فإن حينئذن شكوك هل زالت النقاسة أو استترت والظاهر الاستتار والذيك قال لا كالزعفران يطهر وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كالزعفران يطهر آخر بيت عرف فيه النظم رحمه الله تعالى الماء المستعمل فقال وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور ما هو الماء المستعمل الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلة ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلة قولنا في فرض طهارة يخرج ما استعمل في نفل طهارة كالذي استعمل في وضوء التجديد أو في غسل الجمعة أو في الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فهذا الماء يبقى طهورا وقولنا وكان دون قلتين نفهم منه أن الماء الكثير الذي استعمل في فرض طهارة يبقى طهورا طبعا ما لم يتغير يعني ما لم يأتي شيء مما سبقه إذن ما هو الماء المستعمل الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين هذان شرطان أن يستعمل في فرض طهارة الشرط الثاني هو أن يكون دون قلتين هناك شرط ثالث لم يذكره الناظم أن ينفصل عن العضو فالماء ما دام مترددا على العضو بارك الله فيكم ما دام الماء مترددا على العضو فإننا لا نحكم عليه بالاستعمال فإذا انفصل عن العضو حكم عليه بالاستعمال قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واليدان عضو واحد أي الماء الذي ينتقل من اليد اليمنى إلى اليسرى أيضا يبقى طهورا لأن اليدين كعضو واحد هذا ما يتعلق بشرح الأبيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك المتكلم والسامع وإن شاء الله سأرسل صورة التخصيم الشامل للدرس وثلاثة تدريبات فقط من أجل المذاكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته